اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في حدود فهم الأوامر الإلهية وتنفيذها كل ما عدا هذا حرام المؤتدين حاولوا إضافة شرط العقل لفهم الناس وقالوا أنه الأفضل نقل والعقل وليس نقل حرفي للناس ولكن المحاولة فشلت واستمرت فترة قصيرة تبقى أهدي المتوكل وحتى يومنا هذا هذا الوصف العام لا أعتبر شيء جديد من جيبي لكن هذا علينا نصف ما نحن عليه حتى نعرف بعد ذلك كيف نعالج مشاكلنا وهذا الوصف ممكن يفسرنا الجهل المنتشر بناتنا الجهل حتى الجهل الغالف وليسا الجهل عدم القدر على الكتابه وطراءه وطلاعه لا ربما تجد إنسان البروفيسور يصل إلى درجة البروفيسور وهو يصير جاهل يعني التكوينه المركب لاجتا بأكمله قائم على هيكل وأساس قائم على جهل على قومات ومقولات أصلا غير موثوق بها لأنه تعدى ما تقيم فكرة منطقية على أساس غير منطقية فبالتالي أنت لا تؤسس شيئا ولا بالتالي لا تنتج معرفة الحقيقية مثل جيد الشخص يقول أنه طرعا نص مطلق مثلا نص مطلق ويأسس على هذه المسألة علوم فقية وعلوم عقيدة وعلوم أصول وأركان ويحاجزك حتى بالمنطق ويثبات وجود الله والإلهيات تكون اللاهوت بأكمله طهب على هذه الفكرة أنه هناك نص مطلق وتأسس عليه وتشتغل فهذا ما رح ينتج لك ما أعرفه بالنهاية إلا معارف بسيطة وتثير الإشكالات هذه العملية هي اللي تفسر الجهل المتشفى لاتنا وهي فعلا اللي صارت بالفعل ليس مع الإسلام فقرنا مع النص التوراكي والنص المسيحي وأيضا أدى إلى أن تبقى بلدان الأوروبية والغربية مندة ألف عام تقريبا وأكثر اسموها الأصور المظلمة لماذا؟ لأنه الدين التوحيدي الخاصة لا ينتج معرفة وليس مشروعه مشروع إنتاج معرفة إلا إنتاج طاعة هذه المسألة الأساسية يجب أن تنتبهها وهي اللي صارت لها في فهم ما نحن عليه وبالتالي هناك سينشأ عملية التلقين وتدريب ومتابعة لكل المؤمنين أو المسلمين متابعة دقيقة من قبل الرجال الدين عفوا هؤلاء الذين يقولون مراكز متقدمة في كل مكان يوجد فيه بشر تحت سلطتهم تجد هناك دعم الجامع مسجد معبد مؤسسة دينية تراقب وتدقق وتحدد السلوك العام وتضبط هذا السلوك العام وفقا لمصدرة الدين الذي يتبنونه ويؤمنون به وبالتالي المستمع بأكمله للأسرة نظامهم محفوظ جدا الأب والأم والأسرة بالكامل مضبوط وضحة وتم ترصين وضحة بحثما لا يهدف أي اختراف بألاقة جنسية بين غير خارج القانون الديني أو الكلسي أو الإسلامي هذا يكون شيء معبوض أنه أي خلوج على هذا الأمر يعتبر زناني ماذا؟ ليس لأنه وزنها بحد ذاته لأنه اختراق القانون واختراق المنظومة التي وضعها الفقهاء ورجال الدين بالتعاون مع رجال الصلاة أي أن المعرفة والعلم والدعوة للتفكر والتماعون والتعاقل هي ليست دعوة إلى استخدام العقل إنما استخدام العقل كأدات لكي يتم فهم النص وليس فهمه بأبعاده المختلفة الإنسانية والمفهومية وبعد ذلك الإجرائية لا إنما فهمها لكي يتم الأصغاء للأوامر أشبه بشخص أنت تطيع أوامر شخص آخر كل ما عليك ليس أن تفهم بطريقتك إنما أن تفهم بطريقة من أصدر الأوامر كل ما عليك هذا طبعاً حرام واللي صار أنه هذا المسألة كانت تبرت مسألة صعبة جداً بالتنفيذ لكن المعتزلة حاولوا إضافة شرط العقل لفهم النص لكن المحاولة فشلت يجعوا بعد ذلك الأشعرية وحاولوا يعدلون يعني الأشعر يحاول يعدل الموضوع وقال بأنه الأولوية للنقل ولكن نستخدم العقل فقط كمطية أو كأداة نستعملها لفهم النص الإلهي العقل إذن أصبح تابع وأداة عادية التي تعتمد على النقل فقط الجو السلفية قالوا لا أنه هذه المسألة يعني صارت خلال العقيدة السلفية وكل عقيدة الأشعرية الماتريدية أيضاً هذولا جو السلفية قالوا لا هنا أدنا مشكلة بالمواصفات بالصفات الإلهية والتجسيد والتجسيم وما إلى ذلك هذه الخلافات جوارية بينهم يعني صارت قصة طويلة بها التفاصيل في رمع عنها يعتقد البعض أنها مضرورة أن تتم معرفتها لا بالحقيقة ما تحتاج أنه تعقيدات ومصطلحات ضخمة وكبيرة يعني تشعر بأنه قضية معقدة جداً لكن بالحقيقة لا يستذلك قيمة مسألة أن المعرفة ليست مطلوبة الإنسان كيف يعرف أن هناك مسألة بالأبستمولوجيا الفلسفية أن الإنسان يحاول دائماً أن يكتش في العالم وينمي حصيتها المعرفية من العالم حولها حتى بعد ذلك يجيد التعامل مع هذا العالم الفلسفة جو وضعوا نظريات الأبستمولوجية أو في كيفية كيف نفهم على السؤال المهم جداً كيف نفهم كيف ندرك الأشياء لماذا ندركها بهذه الطريقة ما هو مصدر هذه المعرفة ما هي الأسس التي تجعلنا أو القدرات أو الطاقات أو الإمكانيات التي تجعلنا نعرف هل ما علاقة الجسد والدماغ بمسألة المعرفة هذه أسئلة كثيرة كلها ملغية بالنص الديني الإلهي المقدس هذا مقدس حتى لا أحد يتطاول ويخترق الصون هذا المقدس ويبدأ يتطفل ويحاول فهمه عقلياً ومعرفياً هذا كله فسر الجهل المنتشر بإناطنا ويفسر أيضاً الرغل اللي يصل إلى درجة الأصاب أو المرض النفسي لكل من يحاول أن يفكر أو يلقط أو ينهل معرفة جديدة خارج أسوار الدين والمسألة بالنسبة للرجال الدين والمتدينين مفهومة لذا كان ما حاجة المؤمنين للمعرفة لذا كانوا هم متوحدين وعايشين بالسجاة ومشكل صالح فبالنسبة للرجال لا يسألها محسومة لا يحتاج سؤالي هل أصبح دين مثل هذا توفق بالفوز بطاعة أتباعه وليس بتقدمهم المعرفي والإنساني هل يمكن أتباع هذا النموذج أو هذا الجوهر هذا الدين الدين صالح للاستعمال حول الإيمان بأصر مثل أصرنا هذا هنا نكتشف بأن هذا الدين المورود أو الشاعر والذي يجري الترويج له ليلة نهار وملايين الدولارات على جميع الوسائل هناك مراتبون لتعاليمه في كل الشارع وكل الزقاق في جميع بلداننا وموجود أيضا في الفضائيات موجود في كل مكان في المدرسة في العمل في السوق قاما هناك مراتبون لهذه والناس نفسهم تحولون لهم مراتبين الثانوين لتطبيق تعاليم هذا الدين هذا الدين ما فائد تعال أصبح مجرد هو نفس أداة أو وسيلة فار وسيلة وأداة للوصول إلى السلطة أي أن الدين هو واجب فقط ضمان طاعة الأتباع أو الرعية أو الجماعة المسللين على هذا التعبير شارلس فلسوفي الكند فهذا شارلس تايلر فهذا الدين صار مجرد وسيلة وأداة للوصول إلى السلطة هنا أصبحنا المادة التي يتم تنفيذ هذه السلطة علينا أحنا مجرد أدوات صماء يجب أن نكون ولا لا ننبس ببنت شفه كما يقول العرب ضد أي شيء ولا ننتقد ولا نفكر ولا نزيد من محاصيلاتنا المعرفية أو نرتفع في مستواها إلى مرتبة أعلى من مرتبة الطاعة والإدعان والإمتثال هذا أيضا يفسر سر شعبية الدين الإسلامي وانتشابه ليش؟ لأنه يفتع باب واسع لكل إنسان طموه لمعارشة البطش والسياسة والأدوان أي أنه كلما أنت تستطعب عن تفرض سلطك والآخرين فقط الدين الإسلامي موجود ورجال الدين موجودين يسهلون لك الأمر بالكامل ويحاولون لك الشعب أو مجاميع بشرية بالملايين إلى قبعان صالحة للاستعمال والأدوان والاستثمار والاستغلال والاستعباط هذه مواصفات الدين التي نحن عليه هذا الدين الشعب الذي يفتخر جميع به بالحقيقة لا يفتخرون به بالحقيقة هم مطيعين يثبت طاعتهم وولاءهم لهذا الدين أو لهذا السيستم الموجود والذي لا يمثل الفلسة وإنما يمثل حضورهم حتى بعضهم يهاجمني ربما لا يسمعني إذا صحة الفرصة والسماء لأحدهم من هؤلاء المتدينين أو 90% من مجتمعاتنا يسمعني رأيساً يستفزن ماذا يستفزن؟ لأنه يستفزن لأنه أنا الآن أفكر بطريقة فردية هو سيهاجمني مباشرة ويهاجمني وصف بصفته كإنسان برد لديه شخصية اعتبارية واضحة لا بصفته جزء من رعية أو جزء من حشد مؤمنين أو جزء من جماعة أو قطيع بالمعنى الحيواني هو يعتبر نفسه جزء من الكل يعتبر أن هذه الهوية هي الهوية أنه هوية الفردية ينطمسها أو يجب أن تطمس فهو عندما يدافع ضده ويجد نفسه جندي في معركة أو جندي في واحد الدين وحضيرات الدين وعليه أن يدافع عنها مباشرة هكذا هو لا يشعر بالله وعي أنه عليه واجب الدفاع المستمر وهكذا حتى في داخل بيته هو عليه واجب الدفاع المستمر عن هذا الدين وعن اجتزاماته فمال المعاني هو ضمن قطيع هو يعني عنده مصطر يمشي عليه وما عنده مصطرة داخلية ومصطره وضحه إلى ردول الدين باسم الدين وباسم لله وهذه المصطرة يجب أن يمشي عليه بحذافرة كل تجاربه هي في سبيل أن يبقن عملية اتباع شروط هذه المصطرة بشكل كامل أي هنا يعمل العقل هنا مصدر المعرفة يكون في كيفية تطبيق الشريعة كما يقولون أو تطبيق تعاليم هذه المصطرة أي نحن بالتالي نحن مجرد أدوات ووسائل لإدامة سلطة أحدهم سلطة الإله ومن يمثلها بالتالي هذه المواصفات لا تبني دول حقيقية وهذا إنما دول سلطانية ودول تستخدم القمع والاستبداد والفاشية الدينية في سبيل السيطرة على الجميع وهو مسيطرين أصلا لأنه اللي صار متبعي عملية غسل عقول مستمرة ليل نهار خمس مرات صلاة بكل شارع وكل زغاق من مقاومات الذات الأكبارية الشخصية الحقيقية ما عندنا دولات إحنا بارزة وواضحة أن دولات دائما تدعي بأنها جزء للعام أو أنها تتبع الفهم العام للدين والشروط الدين وأنها جزء للجماعة وليس جزء خاص أو منفرد ولدي استقلال خاص لا دائما هو يحاول أن يثبت بأنه هو ممتثل ومذعن أو يؤلن الإدعان لما هو عام ويهاجم كل من يحاول أن يفكر وينتقد ويرفع قدرات النقدية لما يجلي حولنا حتى بسبيل أن الإنسان يطور هذا بالنتيجة حتى أختم أقول هذا هو سر انشطار المجتمعات الإسلامية الدان وهذا اللي لا يمكن أبدا أن يندمن هذا الانشطار المجتمعات الإسلامية الانشطار يعني عميبي لا يمكن أن يتوقف ولا يمكن أن يندمن ولا يمكن أن يعالج لأنه جوهر في الإسلام وفي الدين الإسلامي وحتى في المسيحية المسيحية القديمة ولمعاصرية السبب تصفية وتكفير كل من يمارس ممارسة فردية أو يفكر بطريقة خاصة ويتم عزلة وفي أخصر حوالي تصفيته نهائيا أي شخص لديه نزعة خاصة أو يعني حاول أن يعبر عن ذاته وإنفراده أو شخصيته المتفردة هذا يتم إقصائها والنقل من عنده بطريقة أخرى وأيضا نلاحظ هذا هو السر التحريم الموسيقى تحريم الغناء تحريم الفنون تحريم الاتصال الجسدي بين الجنسين حتى الأفلاق العامة بين الناس تحريم التحية والسلام بين الناس والتهاني بين المسلمين موتهاني حبا أو تقربا أو وسطا بالآخرين وإقابة لعلاقات معهم لا إنما حبا في الله يعني أنا لا أحييك وأقدم لك التحية إلا لأن الله أوصاني بهذا أي أنني لا أقوم بهذا العمل بشكل سليم لصالحك أنت أنت بالنسبة لي مجرد جسد موجود معي في داخل الجماعة لكننا كلنا كلنا عيوننا شاخصة إلى الله ولا ليس لأكثر من هذا هذا يفسر لماذا أصبحنا جميعا ذوات ساعبة أو نائعة لا تستطيع أن تنتج شيء حقيقي بإبداء خاص وهذا يفسر أيضا لماذا لا تجد مسلمين يحصدون جوائز جائزة نوبل أو يقدموا الفلسفة الجديدة عبر التاريخ كل وما كوننا فلسفة وما عندنا أن الناس فازوا جائزة نوبل عدد كم واحد فازوا لأنهم نتاج المجتمع الغربي وليس نتاج المجتمع المجتمعات الشرقية الإسلامية لا يوجد أحد يقدم نظرية علمية لا يوجد قانون بإسم الشخص إسلامي وحتى لو أفترضنا أن نجيب المسلمين خليلهم يجلسون بين جميع الشعوب العالميات ماذا قدمنا؟ كل الشعب سيقول نحن قدمنا كذا وكذا وكذا وإننا ساهمنا بالترانسستر واحد ساهمنا بالتقنيات واحد ساهمنا قدمنا فلسفة قدمنا فلسفة كبار قدمنا يعني حتى رياضيين كبار أحنا بعدنا كلنا ما أقول لماذا؟ لأنه أحنا مياعنا ذا الرؤية الفردية داخل الناس وفي سبيل الجماعة وحرصنا ووق هذا كله على املأ هذه الشروف في كل مكان تجد هناك ناس تراكمك وتحدد حركتك لكن الآن بعد الانتشار وسارت الواصل أتوقع تبدي شوية شوية الناس تدرك حجم المأزقة الذي نحن فيه وحجم الاغتسام الأميبيا الذي نعاني منه جميعاً وحسب التربية التي تتطاها من قبل رجال الدين تربية ثقافية والدين التقاوي جادي هذه رأي كان لها هي حالة انشطار بين نفسها التي يرتبعها دائماً أمارها بالسوء سيئة ويجب عدم الاعتمار لها وبين الضميرة الجماعية أو المجدال الجمعي مع الآخرين هنا يحصل الانشطار بحوة سيحاول الناس الذات للإنسان والجسد والفرائز والمشاعر وعواطف وحاجات كلها ممكن ان تغيبها بسوء ما لا يكون الحال بأن انشطرنا شخصيتنا الشخصية الخاصة منكفة على الانشطار وتحاول أن تجد لها مكان وسط الوسط الجماعة وفي الوقت النفسي يدعي بأنه هو شخص ملتزم بكل أهم الجماعة وكل مرادة ومن هؤلاء بعض الذين يعاجبون أني قل من هذا الصنف لأنه أحياناً هو تجد لا يوم بما يجد أو متشكك لكن القضية بالنسبة له أن يحافظ على انتماء الجماعة والقطيع وعدم التفريق بهذه المسألة لأنه عواقبه وخيمة جدد وطبعاً أفهم عني المسألة ويجب أن يتفهم عني المسألة لكن هذا هو نفس السبب الثاني والرئيس الذي يدعو الذي يجعل مجتمعاتنا وشطرت بشكل مركب جداً لأنها لأنه سبب انتشار الفساد وهذا لأن رجال الدين والسلطة الدينية والهيوان الدينية وعادوات الضبط للاجتماع الدينية هذه جعلت الناس يحاولون أن يجعلون منافع لهم وتجدهم يجلسون أمام رجل الدين وهم مطيعين ونرصدين لاحيانية بكل فشوعاً وتهجداً وإيماناً لكن عندما يجعلون يجعلون سيعتهم الطبيعية للسرخة ونائب وفساد ونفاق وما أرداني الطرفين راضين لعظ الطرفين الذين يجعلون راضين لأنه سلطة مع الشيء ووضع مع الشيء وما عندهم مشكلة ويعظوا الآخرين وفي هذه لحظة يتحن المشكلة يقرقهم ويلتع عليهم اللوم وأيضاً الناس هم من الدين واجب رجل الدين أو جواجب الأمام الجماعات وهذه العملية عملية ممسرحة كل طرف يارب بها دورك ومستمر الحياة بهذه الطريقة وبالنتيجة الضرم موجود والفساد وكل شيء وهذا موضوع كبير يحتاج لبحث في مكان آخر قدسي روالاً وإنفع فريد ماسرم اشتركوا في القناة